حضرتك خريجة فنون جميلة خريجة فنون جميلة اسكندرية وقسم الدكار بشتغل في الدكار وبرضه فنانة تشكيلية وليه اللي بتعملي يعني مثلا كلميني عن لوحة زي دي أنا أنا عمتا ألواني يعني الرسم بتاعي رسم بستعمل ألوان الصخبة يعني وده بتدي دانيميكية للوحة نفسها وأنا بالنسبة لي اللوحة هي يعني مثلا دي زي دي بورتري أما استعمالي في الألوان الصخبة عمتا البورتريهات بيرسموها بألوان الهي ارت كالر والهادية امان على الغوامة لكن أنا بستعمالي للألوان البيفونت ده هيت بتديلها ديناميكية وبتديلها حياة وبتديلها إحساس يعني بتخش بتديلها حركة أنا حتى كمان بنسبة لي اللوحة بتبقى كلها على بعضها أنا كمان يعني أنا بشتغل في الخلفية بتبقى بالنسبة لي اللوحة كلها على بعضها واحدة واحدة أنا مش بورتريه إنت حضرتك لو تاخدي بالك أنا عندي الخلفية بتاعتي فيها شغل يعني أنا يعني بفكر في الخلفية عشان تساعدني عشان تدي سوقل أكتر للوحة أنا بنتكلم دواتش على اللي في النص أو أي واحدة يعني بس حدرتك لأنك بصى حضرتك أنا عملا بشتغل بالميكس ميديا الميكس ميديا دي أنك أنت بتستعملي خمات مختلفة يعني أنا بستعمل في رسمي الأكريليك ألوان الأكريليك وبستعمل ورق الفضة حضرتك لو تقربي كمان وعجين حتى ممكن هتلاقي فيه أن أنا أحيان بدخل دونتال بدخل في الثانية لو حضرتك تبصتي لدهية حضرتك هتلاحظي أن فيها دونتال وفيها في الفون كمان دونتال أنا بحب أستعمل خمات مختلفة عشان بتديها حياة وصخب أنا عمتا بحب أن بحب اللوحة بتاعتي تبقى حية تبقى فيها حركة يعني إن كانت بورتري أو إن كنت برسم طبيعة أو برسم حتى الورد عايز أعرف من حضرتك زيزات هنم الرد فعل اللوحات بره شكله إيه؟ بره هنا في باري ولا هنا في مصر لأ أنا هنا أنا أعرف ناسي ما دي الست دي قربتي ودي قربتي أيوة أنا على كل حال أنا بحب أرسم الست العربية الواكه المصري والعربي والإفريقي من أحلى الوجوه اللي تترسم إن الفيتشرز بتاعتها فيتشر واضحة وقوية وبتديكي تعبير حتى في عناها تعبيرها حلو يعني عمتا يعني أنا أما حضرتك يعني أنا عمتا دايما بيبقى عندي جزء كبير في المعرض بتاعي في شخصيات أنا حتى المعرض الأخراني اللي عندي حضرتك اللي عامله عامله فيه شخصيات مختلفة العربية والأفريقية والمغربية وأنا بحب إن أنا أعمل الديتيلز كلها يعني أنا بحب حتى الديتيلز من أول الحلق من أول وده يعني بيدي الديناميك للصورة وده اللي بيوصل للمطلقي والفن ده يعني ده حاجة مهمة جدا عايزة أعرف بتحلمي بإيه حضرتك وبتحلمي بإيه حضرتك أنا بحلم إن يبقى الفن يعني الدولة تبتدي تهتم بالفن تبتدي سنة 2016 تبتدي لا مش تبتدي تهتم إن ده الفن ده بيرقي البني آدم يعني أنت لما يبقى البني آدم يبقى فيه معارض كتير وتبقى الفعلا الدولة مهتمية دي بترقي البني آدم وبترقي أخلاقه أنت حضرتك حتى لما يعني أما بتتفرجي على لوحة بتتبسطي وبتخش وجدانك وبتخش إحساسك حضرتك بترقي الأخلاق بتخلي العين بتشوف الحاجة أنظف قلت روحي شبعت روحي شبعت بالضبط وهو ده الواحد لما يبقى عنده ملكة ربنا وهابها له يعني ده حلو إنه هو يوصلها للناس ويخليه وده هيوفر علينا بلاوي يعني كلما الناس بقت روحها راخي كلما وفر علينا مصايب تانية بالضبط نكتي لما يبقى ومش بس في الفن ده في كل حاجة في المسيكة في كل الحاجات ده هي الفن ده من أرقى الحاجات اللي بتخلي البني آدم بني آدم